موسيقى وينك؟ ويني؟ هذا السؤال يليكن بيك معك موسيقى طرح تكتب يا وينك؟ مش أخبارك يا مغرب يعني ديارة اللي أسلم عليها بعينك إن كان دخلت إيدينا كل اللي بقينا أحذر أقول لك وينك؟ ما إلك عنوان يصدك ولا أحذف لك؟ جيسك بلتاني ومسيق عيما الضرق يوصلك وإنت كرير من أصلك أمشي بشوق أحتي بشوق واسكي بشوق تاي مخاير واسمع الأستاذ خالد الميمان الكنسل السعودي في باريس سابقاً وأمين عام نادي النصر أيضاً سابقاً حيك الله معنا في ترنامج وعينك أمو الحيك يا مرحبا سعدتنا وشرفتنا أبو محمد في برنامج وينك اليوم نوجه لك أول أسئلتنا وينك؟ أحمود قدامك نورت وشرفت الله يسلم أمرك وحفظك سعدتنا اليوم وينك؟ الله يسعد أيامك إن شاء الله كيف الحال اليوم بعد الحضور الدبلوماسي والرياضي؟ والله هذه سيرة لازم تدعو يتمر كل إنسان في حياته يمر عليه يعني ظروف العمل ظروف اللقاء الظروف التعامل مع الناس هذه هي الحياة كيف حياتك اليوم؟ والله الحمد لله أنا الأصدقاء لازالوا يعني؟ جدا جدا ولله الحمد أنا طال أمرك بمفضل الله ما ليعدى هذا أهم شيء والأصدقاء كتر إلا أنه الجائحة اللي ضلت علينا السنتين الأخيرة للأسف الشديد حرمتنا من رؤية أصحابنا وأقاربنا والمحبين لكن أراد الله أشاء فعل إن شاء الله تمر هذه الأيام يعني على خير إن شاء الله وتنصرف عنه الشرور كلها يا رب قريب من الأسرة يمكن أبو محمد أكثر اليوم أي تقريبا نعم كنت قلت لي قبل اللقاء استثمارك الحقيقي كان في عائلتك وأبنائك نعم صحيح هذا صحيح والأصدقاء الحقيقة والجمهور الجمهور الرياضي من خلال عملك الطويل في نادي النصر والله الجمهور الرياضي يعني هو اللي يسعدني الحقيقة تعرف النصر فريق كبير وله جمهورية كبيرة ففي كل محفل أروح دائما يكون فيه موجود نصراويين وحتى أصدقاء هلاليين فعلاقتي مع الجميع الحمد لله طيبة وعميمة يذكرونك النصراويين نصراويين والهلاليين تتابع الرياضة اليوم أبو محمد تتابع نادي النصر؟ أي طبعا كان متابع بس مو مثل من أول متابع الدولي ايش ما صار من أحسن وبعد معظم مجالس الإدارة اللي مرت على نادي النصر بعد الأمير عبد الرحمن بن سعود رحمد الله عليه غالبية مصدقائي ودائما استشيروني خاصة في التعقدات الأجنبية وبالمناسبة التعقدات الأجنبية أن أساعد المصر والهلال إذا حصل كيف الهلال؟ يعني أحياناً يسألوني عن لاعب مثلاً في في فرنسا ولا في بلجيكا ولا في وأنا يكون عندي خلفية عنه أعطيهم رأيي وأعطيهم إلى الآن؟ إلى حد قريب متها؟ والله تقريباً إلى حد أربعة خلف سنوات مضت سألوك عن مين؟ من اللاعبين يعني اللي سألوك عنهم؟ مرة سألوني عن لاعب والله ما أذكر اسمه سألني صديق هلالي وقلت له هذا اللاعب جيد وممكن يفيدكم هذا أنت كنت لك خبرة في اللاعبين الأجانب اللي خصوصاً في فرنسا نعم من خلال تعاقدات اللي صارت من خلال نادي النصر السادقة ودورك المعروف فيها يمكن نجي عن التفاصيلها أكثر نعم في باقي حوارنا لكن لو رجعت معاك للطفولة الولادة الذكريات تحكي لي عنها أكثر أبو محمد؟ الولادة كانت في مكة مكرمة عام 1363 هجري والدراسة حتى نهاية الثانوية برضو في مكة وجزء منها في بريطانيا درست في بريطانيا درست في بريطانيا درست اللغة الإنجليزية و ما في شيء يتكر يعني غير هذا دراسة يعني كانت أغلب كاملة في مكة ومرحلة اللغة فقط في بريطانيا نعم طيب الوالد الله يرحمه ايش كان عمله؟ ايش تذكرنا عنه؟ الوالد رحمه الله كان رجال الملك عبد العزيز وكان معظم عمله في المالية لأنه في ذاك الزمن ما كان في مجل سجرة ولا وزارات كان مدير المالية فأي مدينة هو الدولة فكان مدير مالية الرياضة وبعدها صار مدير مالية الحسى صار مدير مالية أبهى فلأنه في ذاك الوقت كان مدير المالية هو اللي عنده المال والسلاح معروف يعني كلام هذا وبعدها بعد ما الدولة يعني أخذت الطريق الرسمي كدولة صار وزارة المعارب ووزارة الصحة ووزارة الوالد كان مدير مالية الرياضة كان أول مدير مالية الرياضة أول مدير مالية الرياضي نعم الأسرة منعنيزة صار الأسرة منعنيزة لكن قصة تحول الوالد يمكن وحياته أقلبها كانت في الحجاز نعم أسبابها أو كيف كانت يعني الوالدة اللي أنا قرأت عنه كان سافر كثير في شبابه نعم سافر في أبن مصر سوريا فلسطين جلس فترة ثم بعدين استقر في الحجاز في مكة مالية نعم تذكر لي أكثر عنها تراصيل الوالد كان المركة عبدالعزيز والمركة عبدالعزيز كان رحمة الله عليه منذ ستة شهور من السنة في مكة وستة شهور من السنة في الرياضة فتزوجوا عارضتي من مكة كيف وشان نزوجين هو كان نعم أقولك كان مع المركة عبدالعزيز ستة شهور من السنة في مكة وستة شهور في الرياض وأتعرف على والدتي يعني على أهل والدتي في مكة وتزوجها في مكة وبالتالي أنا ولد في مكة ومع أخواني منهم أسرتها؟ أسرتها الوفا قصة الزواج كيف صارت؟ تذكرها لنا؟ قصة الزواج الواردة يوم كان في مكة كانوا أصدقاء ويجتمعون عنده واحد من وجهاء مكة يقال له المراطاني ف يعني صلوا العيشة في الحرام وذاء وكل واحد راح البيته كلهم متأحلين ما عدا الوالد فهذا مراطاني قال للوالد وراك يا محمد متارس قال يلا عليتك قال هذا مراطاني يزوجك أخته هذا طلعة وفا اللي كان مدير الأمن العام جد الصحفي طلعة وفا ايه هم عائلة معروفة في الصحافة يعني في أكثر من طلعة وفا وفي هاني وفا نعم نعم صحيح طيب قال هذا يزوجك ايه نعم قال طلعت يزوجك طلعت جد الولد هذا الصحفي ايه وفعلا تزوج والدته الله يرحمها من أهل وفا وجينح أولادها الملك عبد العزيز الله يرحمه كان يلقب الوالد بالنزيه نعم صحيح كان هذا لقبه ايه لأنه مدير مالية والمالية عنده عنده الدرائم فإذا ما كان نزيه يصير يعني يصير معاذير كان شاعر الوالد نعم كان يكتب بس ما كان ما كان يعلن ما كان يعلن طيب لو جينا يعني انت المرحلة بعد التخر بعد الدراسة إلى الفنوية مثلما تفضلت ورحت إلى بريطانيا درست لغة وش يخلاك تدرس لغة أول شي يعني تروح بريطانيا وش الهدف يعني والله عجبتني اللغة الإنجليزية وجدتني عليها بعتها فما كرحت ورجعت وين توظفت أول حياتك العملية رحت الداخلية اين عم عم كم هالكلام اللي تذكر في فترة من كان وزيرها كان وزيرها الأمير فعد رحمة الله عليه عم كم تذكر يوم عملت في الداخلية والله ما أتذكر نعم طيب عملت مترجم نعم في الداخلية نعم ما كان في مترجمين كثير في ذاك الوضع لا 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 ما كانت في ناس تتكلم لغة الإنجليزية قليل جدا هذا كان أول عمل لك نعم ترجمت الأمير فهد وقتها الملك فهد الله يرحمه الأمير نايف أيضا كنت تترجم لهم يعني ولا تترجم المين لا لا ترجمة ورقية اي ترجمت الأمراء اي اي ورقة جينة ترجمة ورقية بس مش ترجمة شفاهية لا 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 كيف انتقلت العمل الدبلوماسي لفهد الداخلية بأمر من نايمير فهد لما كان وزير الداخلية رحمة الله عليه لأنه جاء لهم جاء لخطاب من والله ما أذكر من مين أن السفارات تحتاج إلى إلى يعني لابتعاد ناس تتعلم اللغة الأجنبية وأولها اللغة الإنجليزية كنت أول من المبتعادين وكيف رحت الباريس يعني السفارة السعودية في باريس لا هذا بعدين بعد ما رجعت المملكة اي وبتعثت وين بتعثت البريطانيا مرة ثانية ولا هي نفس الابتعاث الأول لا لا هو الابتعاث الأول اي هو هذا الابتعاث الأول نعم طيب ومتى رحت لباريس رحت لباريس تكليف عمل دبلوماسي لا ترجمة اي اي يعني انتقلت إلى العمل الدبلوماسي اي نعم لأنه جاء خطاب من الملك فيصل رحمة الله عليه من الأمير فهد انه السفارات في حاجة إلى إلى شباب متعلمين ودارسين لغات مضرورة انجليزية ولا فرنسية ولا غراية اي لغة يعني وفعلا انا ابتعثت ان احنا مجموعة انا من ضمنهم لبريطانيا اي ابتعثت درست لغة فقط درست اللغة الانجليزية نعم كم جلست فيها جلست حواري سنو نص وعدت على الداخلية على وزارة الداخلية ولا عدت لا انتقلت الخارجيين مباشرة انتقلت إلى باريس نعم وش كان عملك او الانتقال انتقلت في باريس كان المعاري الشيخ جميل حجلال معين بنفس الوقت انتقلت فهو وصل باريس و انا ثاني يوم وصلت مع بعض مع بعض والحقيقة هذا رجل بمثابة والد تعلمت منه الشيء الكتير واستمرت فيها اكثر من واحد وعشرين سنة بمعين الشيخ جميل الحجلال ايش تذكر من مواقف وقصص لك مع الشيخ جميل الله يحفظه؟ الشيخ جميل الله يحفظه رجل قريب الى النفس قريب الى الخير ويعتبر كل الموظفين اللي عنده في السفارة كابناء انصحهم وساعدهم يعني الرجل ملاك سبحان الله العربي و انا اعتبره بمثابة اب بالنسبة لي انا ساعدني كثير و هو اللي دفعني الحقيقة في الواجهة في باريس وصلت الى القدس وصلت الى القدس فترة طويلة في هذا المنصر نعم حتى رقبت بعمدة العرب او كنصل العرب ايه هذا المعبين يقول الكلام هذا ايه عمدة حيث نعم يقولون كنصل العرب سبب اطلاق هذا المسمى او كنصل العرب ايش السبب يعني بهذا انا كان لي علاقة قوية جدا بالجارية العربية في باريس واكثرهم من الصحابين العرب فانا بالنسبة لي يعني يجيني مثلا واحد تونسي ولا واحد مصري ولا واحد مغربي يطلب مساعدة ما عندي مانا لا اكثر اجت من هنا موضوع قنصل العرب يعني ما كان الدور مقتصر فقط على اهتمام بالسعوديين لا 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 اهتمام ببعض الاخوة العرب صحيح صحيح يعني اذكر مرة من المرات في سيد مغربية قابلتني عند باب اوتيل بلازاتيني اوتيل معروف جدا في باريس بباريس وقالت لي يا ابني هنا في امير سعودي قلت لايه فيه كان فيصل بن فهده رحمت الله عليه قالت ابوه ابوه قابله قلت ليش قالت ابوه مساعدة مساعدة مالية قلت طيب سوي خطاب وانا اقدم الخطاب الامير فيصل قالت انا ما احسنش الكتابة انت اكتب لي وانا اوقع كتبت لها رسالة خطاب الامير فيصل بن فهد رحمت الله عليه وقلت هل انتضي طلعت الامير فيصل قلت عمرك في واحدة كذا 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 وترى انا كتبت لها الخطاب هذا قال باركا ما فيك ويعمر له خمسه الاف فرنك ما صدقت ما صدقت فكانت العلاقات الحمدلله يعني سهلة مع الناس ومجمعتنا فيهم الكرم وفيهم الطيبة والحنية على المساكين من من ضمن القصص انت كنت ايضا قريب من السعوديين يعني شخصية خالد الميمان وعمل في السفارة ذاك الوقت يعني الكل يثني عليها وايضا يشيد بها بدورك القريب من السعوديين هذا عين الرضا يا سيدي الحمدلله كان هذه السمعة موجودة ايش تذكر من القصاص ذكريات مواقع خلال عملك مر علينا يعني اشياء كثيرة اشياء ايجابية واشياء فيها سلبيات ما ودي اني اني اتكلم عنها لكن الحمدلله انه كان المواطن السعودي اقل المواطنين العرب سوءا طبعا ما تخلو من المشاكل وتخلو من ونلجأ الى القضاء ونلجأ الى المحاكم لكن كنا دائما نحاول نسدد ونقارب في موقف ممكن طريف لك مع احد السعوديين في باريس نعم هذا كان في شاب الله يغفر له يسامح وتوفي رحمة الله عليه كان يجينا كل سنة يجي يصيف من ضمن المصيفين ولكنه كل سنة عنده مشكلة ف كنت انا انصح اسمه عبدالله رحمة الله عليه يا عبدالله يا ابني ليش انت كل سنة عندك قضية يا أخي تجي من المملكة تبقى تتمشى وتغير جو في عاصمة جميلة وفيها ثقافة وفيها العاصمة الباريسية تعرف يسمونها عاصمة النور فليش تروح تشوف الأماكن اللي فيها الثقافة وفيها العلم وفيها الدراسة وفيها الثقافة ايه والله لكن سبحان الله العظيم ما الله كتب انه يعني يهتدي الرجل هذا فسلم السنين سوى مشكلة وارسلنا برقية للوزارة انه هذا فلان كذا 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 قالوا ارسلوه يعني ارحلوه فعنا قلفنا الخطوط السعودية ترحيلو وارسلنا برقية للداخلية انه فلان يصل على الطائرة الفلانية الرحلة الفلانية راحت البرقية لوزارة الداخلية وزارة الداخلية حولوها اللواء جميل الميمان اللي هو اخوي فاللواء جميل الميمان كانوا استقبلوا في مطار الرياض وادعوا السجن فقال كلمة ميمين زينا يعني شتمني انا واخوي قال خوش حمولة واحد يرسل واحد يستقبل ها؟ ها؟ قال كلام ماين قال يمكن هذا من حرصكم من حرص السفارة يعني نعم 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 صحيح علاقتك بالراحل امير سعود الفيصل الله يرحمه تذكرنا قصص مواقفنا رحمة الله عليها الامير سعود الفيصل هذا استاذ الدبلوماسي رجل في منتهى التهديم ومنتهى العقلانية يعني انا جبت له مذكرة وكان مثلا فيه عبارة مي مي قائمة فيعدلك اياها بطريقتك انت جبت شنون؟ ما يقول لك انك انت اخطأت انه هذه العبارة لانتعرف الدبلوماسية الكلمات لها يعني صدى مهم جدا يعني تجي مثلا عند الامير سعود الفيصل كنت مذكرة مثلا واستعملت كتبت عبارة غير لائقة فيعدلها لكم؟ نعم يعدلها بمشاورتك ما هو بس اعدلها هو يقول يشطب على كلامه ويكتب بداله لا يقول لك وش رائعك كذا فهمت العين في القصة وين؟ يعني تطلع من عنده تعلمت شيء ما هو انك انت اخطأت وعدلك لا هنا العظمة الله الله يرحمه وبعدين كان قليل العكي قليل مقل جدا وحتى الامير تركي الفيصل نفس الشيء الامير تركي والامير سعود عشاء الله عليهم هذه الفيصل تذكر مواقف اخرى مع الامير سعود الفيصل الله يرحمه؟ والله ما فيه مواقف انسانية كتير غالباتها امور انسانية مساعدات و وساطات للتعليم و جميل علاقتك مع الراحل الدكتور غازي القصيبي ايما كان يشارككم بالكريات في باريس جدا 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 غازي القصيبي رحمه الله دائما من افضل الرجال اللي شفتهم في حياتي عدبا و اخلاقا وبعدين من مثقف ثقافة عالية جدا تعرف تتكلم الماني و انزوجته المانية تتكلم الماني و انجليزي و عربي طبعا غازي و الحمد لله عليكم من نواد الرجال كان بينكم مواقف و ذكريات؟ ايه والله دائما رجينا الاريس دائما و انا تعرف طائناط روالتنا قاعد اكثر من 20 سنة كانوا يقولون غازي القصيبي العمدة في لندن نعم و خالد الميمان العمدة في باريس المحبين هذول متى تقاعد او كيف كانت تقاعد اذا تذكر الايام الاخيرة لك في باريس كيف تركت باريس والله شوف التقاعد سنة الهيئة هذية يعني انت موظف لازم تتقاعد ما هتستمر انا محسة عساباتي و كلها تمام يعني ما فيها ايه تقاعد انا اخذ حقي و حق غيري كان في شباب السعودين اخرين جوا بعد ايه طبعا طبعا اختلفت الوضاع اصبح يعني في البداية كنتوا انتوا يعني توكم بعديين ايضا و هم الان اكبر ما كان عددنا كبير نعم اشتريت بيت في باريس اي نعم اشتريت بيت في باريس و اشتريت بيت في خارج باريس في الريف ايه تعشق الريف نعم انا عندي بيت في الريف في باريس اللي هو هذا ايه و عندي بيت في الريف و ضرمة ايه ايه احلى اتريت باريس ولا ضرمة كلهم حلوين تروح لضرمة الحين الايام هذه نعم ايه اش تحب الضيف يعني عن هذه المرحلة مرحلة العمل قبل ما نروح للرياضة نعم والله شب انا من حسن حظي انه اول عمل اللي كان في باريس باريس اه صحيح انها عاصمة التقافة الاوروبية لكن اه كثير من الناس يعيبون على الفرنسيين انهم جدليين الفرنسي الى حد ما جدلي يعني بس ما ياخذ منك الكلام على على علاته و يسكت لا يناقش و و بعدين انا يعني من خلال اه دراسة ال الادب الفرنسي و الحراكة الفرنسي في الثقافي و جات يا رجل انه فيكتور ريغو كاتب قصيدة في جدة ايه ايه كيف قصيدة عن جدة فيكتور ريغو ايه الشاعر المعروف المعروف اه ايه كيف وصفها اشكال مالله هي ما تذكر عادل ايه بس كتبها طبعا قصيدة باللغة الفرنسية ايه قرأت في العدب الفرنسي كثيرا نعم نعم طبعا تعرف فيكتور ريغو انه من اشهر الدباء الفرنسيين و شاعر كبير ايه ايه الاستاذ خالد الميمان القنصر السعودي سابقا في باريس و امين عام نادي النصر ايضا سابقا نكمل حوارنا و حديثنا و نأتي للشأن الرياضي نعم والرياضة عد قصصك و مواقف ذكرياتك طويلة فيها نعم كيف بدأت علاقتك مع الرياضة و هل كانت ميولك قبل عملك بنادي نصر تميل لنادي النصر ولا كنت تميل لأدية الغربية لا لا ما كنت تميل ولا لأحد حتى في الغربية حتى في الغربية في طفولتك الغربية احنا كنا عايشين في مكة ايه و مكة كان فيها لوحدة ايه مسيطرة على كل شيء ايه 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 اشبهها بالهلال في الرياضة ايه الوحداويين قوياء ما هم سهلين أبدا فأنا يوم جيت للرياض ما عندي خيار ما عارف أحد فبالصدفة سكنت بالقرب من نادي النصر في شارع الخزان كان عندي شقة صغيرة فيها غرفتين وغرفتين بس واحدة نوم واحدة مجلس فالأمير عبد الرحمن بن سعود رحمة الله عليه قالوا في واحد جاء سكن جنبنا هنا جنب النادي قال منه قال له فلان وجاء زارني الله يرحمه وعرض عليه عضوية نادي النصر فقبلت على الرحب والسعود وأصبحت يعني عضو مجلس دارة وأمين صندوق للنادي ومنها بدأت العلاقة مع أبو خالد رحمة الله عليه والنصر والنصراويين وغيرهم عم كم هالكلام تذكر؟ أو في العرب الثمانينات الهجرية نعم الثمانينات هالهجرية النصر وين كان يعني أنت تقول سكن جنب النادي النصر وين كان؟ وش كانت عبارة عن إيش هي؟ شقة فلا فلا عفقوا النصر اي فلا للنصر ولا هذا مقر النادي؟ مقر النادي فلا للأمير مش عالي بن سعود عضو مجلس دارة يملكها مش عالي بن سعود بن عدرازيز اي وأنا كنت ساكن بيني وبينهم أربع متر وتشوفهم يجون اي هم هم اللي شافوا لي اي لأن أنا بالنسبة لهم جسم غريب واحد قاعد في شقة صغيرة وهذا نادي فجابوا خالد وزارني وعرض علي ما كان فيه لاعبين ما كان فيه تمارين هناك لا التمارين كانت في المرز كلنا الهلال والنصر كلنا في المرز والرياض كانوا فيه نظم فيه أرقة ولا من اي ومن كان يجيك في الشقة هنا من الشخصيات المعروفة كثير كثير أولهم بترك السدير يا الله يا رحمه رئيس تحرير الجريدة الرياض وعثمان العمير رئيس تحرير الجزيرة كلهم هلالين ها ما صرت هلالي معهم لا 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 ما صرت هلالي معهم بس ترك السديري كان نصراوي يمكن صح؟ في البداية كان نصراوي بعدين حول إلى هلالي شلون؟ ليش اللي صار؟ ما أدري قبل ما أجي أنا بس لما كان يجيك كان هلالي اي ما صار فيه خلاف بينه وبين الأمير عبد الرحمن سعو لا لا يجيكوا يسهروا عنه كذا لا علشان كذا حول للهلال حولت تشجيع للهلال؟ هلالا شفت عمرك الأمير عبد الرحمن كان يسهر عندي كل ليلة وهذا تركي يجي تركي كان مصراوي ويتحول إلى أهلالي تركي السديري طبعاً أبو خارد رحمة الله ما يعني له أنت ميولك ما ميولك كيفك؟ تبتشجع لله شجع لله تبتشجع لله شجع لله شجع لله ما ما كان عنده والرغم أنه يعني تركي السديري صديق لأبو خارد قبل الكورة أو قبل حتى تعرف أم عبد الرحمن بن سعود رحمة الله عليها من السدارة في علاقة أسرية يعني بس بعيدة شوي يعني مو ب فكان يصير نقاش بينهم يسهروا مع بعض كل ليلة بس هل يصير نقاش رياضي تذكر أو خيراً؟ لا 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 ما هو كثير ما هو كثير وإثمان الأمير كان هلالي ويجي عندك يلا هلا نعم وش كان يصير مواقف أحاديث لا لا أصلا كلهم احتحاجون أبو خارد واعر أبو خارد الله يرحمه شلون؟ شخصية قوية وما يخليها تعدي وش كان يصير يعني معاقف تذكر قصص بين الصحافة أو بين يعني الهلاليين أو الصحفين الهلاليين والأمير عبد الرحمن سعود الله يرحمه الصحفين الهلاليين يخافون من الأمير عبد الرحمن يتحاشونه كيف يعني وش عطني مثال أو شرح لي أكثر يعني ماني الأمثلة أسأل أنه يراجين يعني الأمير عبد الرحمن شخصية قوية جدا وملسوة يعني ما يستعير الجواب حاضر معظم أبناء سعود ابن عبد الرحمن رحمة الله عليه نصراوية ما عدا تنين ما يجون عنده بو خارد كان رقم مميز عبد الرحمن بن سعود رحمة الله في الرياضة السعودي لكن وش كان دورك أنت أول دور لك قمت فيه هل تذكر يعني ظروف النادي في ذلك الوقت مصادر الدخل بحكم أنه أنت كنت أمين أمين أول إدارة كنت أمين صندوق أمين صندوق وبعدين بعد 20 سنة في إدارة الثاني أصبح أمين عام النادي في الإدارة الأولى كانت مهمتي جمع أكبر قدر من المال لتسهير النادي وتعرف معظم الأعضاء من ابناء الملك سعود وابناء الأمير ناصر بن عبد العزيز وكانت ميزانيتنا كلها ما تطالها ولا مليون ريال في السنة ما في فلوس من وين كيف كانت اشتراكات كل وقتها حددنا أنه عضو مجلس الإدارة المواطن يدفع مئة ريال كل شهر وعضو مجلس الإدارة الأمير يدفع لك ريال للشهر أي واللي يجي من الملعب الصائق من التذاكر ومالتذاكر كان ملعب الصائق لك ما كان في أستاد ولا كان في ملاجهة ها؟ أي أي هذه مصادر الدخل فقط يلا وكانت تكفيكم يعني كم كان عدد الاشتراكات؟ مش تكفيين طب مش بس أبو خالد كان الله يرحمه من معيشته يصرف على النادي والعمر وم بعض النصراويين الرجال الأعمال اللي عندهم أمورهم زينة بس هذا هو والباقي كله من الأمير عبد الرحمن؟ يعني كله من أبو خالد دفع كل ما يملك يعني؟ أبو خالد في أمير يعني باع بيته يا رجال معروف القصة دي أنت شاهد عليها تذكرها؟ هلا 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 كم كان يصرف على النادي الأمير يعني في ذاك الوقت؟ يعني في المرحلة؟ والله كل ما يملك يعني بالرغم أنه أنا عامل الصندوق بس صندوق طب صندوق ما في صندوق طب غير الشيء يقولنا إبو خالد عطنا كده هات خمسمية هات سبعمية هات مئتين هات بس أبو خالد هو كل شيء أحيانا إذا ضاقت الأمور يرسل خطاب مثلا لواحد من اللي يتوخى منه المساعدة ويساعدوا منه زي مين؟ مثلا زي الأمير سعود بن ناصر رحمة الله عليه أكبر يعني الأمير ناصر ياري من ناصر قريبا كلهم أصراويين معدة اثنين أو ثلاثة كيف تصف يعني التنافس بين الهلال والناصر في ذاك الوقت؟ ووش كان من يحصل؟ كيف الظروف في ذاك الوقت؟ يعني أشتب كل من ذكريات؟ والله شوف أهم شيء وأقولها للتاريخ العلاقات ساءت بسبب يوم كنا في شارع الخزان يقول لك أنا ساكن جنب النادي وأنا فوجئت في أول شهر تقريبا إلى صار عندنا مباراة أبو خالد الله يرحمه يهتم جدا بالمسكر والتغذية وأن اللاعبين ينامون كفاية عشان أثنان مباراة يكون يعني شيطين وده فكان يجي في الليل ثلاثة أربعة سيارات ومعاهم تنك وربطينها بسيم ويمروا من عند شقتي ويقربعون ومعاهم تقريبا 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 فطبعا يقومون اللاعبين من النوم عاد أبو خالد رحمة الله علي يطلع يجري وراهم في الشوارع بسيارتهم يعني يأدبهم أو ينتقب منهم فهذه من ضمن الأشياء اللي اللي أساعت العلاقة بين الفريقين والناديين وأنا وراء كنت استغربها لأنه يوم كنا مثلا في مكة ما كنا نشوف مثلا الوحدة والاتحاد يصير بينهم كان في جدة الأهلي والاتحاد يعني في شوية حركات قرعة على ما قالوا لكن مثل كده أن تجي جيب سيارات وتنق وتقريبع عند ماسكر الفريق الخصم ما يبزينا طبعا مين كان يسويها هذا؟ مين كان يعملها؟ الإلهي مين له مصرع غير الإلهي؟ بس كأسماء أولاد يمكن جماهير؟ ما أدري ما نعرف وهذا يؤثر على نوم اللاعبين؟ طبعا طبعا لا يساء هذه فكان أبو خالد الله يرحمه طبعا ينزعج ويطلع يركب سيارته إلى عقهم ويختفون خلاص يروحون ولا يرجعون؟ وخلاص يختفون؟ لا يخافون ويروحون يخافون من ويروحون بس نكدوا عليهم هذا المهم هذه قبل المباريات؟ يعني مباريات المهمة مع الهلال؟ ايه مبارة الهلال بس بس مو كل مباريات طيب والصحافة؟ أبو خالد يعني الأمير أردهان كان له يعني سجالات لا لا هو المشكلة أن أبو خالد الله يغفر له يسامحه أخذ موقف عداي من الصحافة فبالتالي ما في أحد يساعده ما في أحد معاه وكنت أقول له أنا يا أخي خل لك ألا أصدقاء هو لا فيه فيه العنف وردة الفعل وال موقف عداي من مين؟ من الهلال مع إدان الهلال غير شر الصحافة لها دور؟ ايه إن الصحافة معظمهم مع الهلال أشكال؟ ها؟ ايه؟ والصحافة ايش كانوا؟ كانوا أثمان العمير وعطوك هستيري هذول اللي هذين؟ صحول الله؟ أثمان هلالي اللي هو الكتب هلاليون واشربوا من ماء البحر نعم تذكرها؟ نعم تذكر تفاصيلها؟ نعم نعم لا كان الصحافين الهلاليين كانوا كثير يعتذوا على النصر كثير أكثر من مئنة شلون؟ بطريقة إنها من ناحية شعبية إنه هذا نادي شعبي وهذا نادي أميري على ما قالوا كانت معروفة الشغلة دي اللي هي؟ تكسيم الجماهير بين الناديين هم كلنا في مدينة واحدة وما كان المفروض يصير كلام ده شلون يعني؟ من النادي الشعبي ومن النادي؟ النادي الشعبي الهلال نادي الشعبي؟ وأن هذا نادي السعود النصر نادي نخبه يعني وهو فرغن كان كذا؟ لا حد ما يعني طبعا معظم مجارس الإدارة في النصر منها السعود وفي الهلال بذلك الوقت؟ في الهلال قليل من الأمر في الهلال قليل هل هذا قلل من قوة النصر إعلاميا وصحافيا؟ والله إلى حد ما يعني معظم الصحافة مع الهلال طبعا فكان أبو قالد يعني استميل أحيانا صحافي من الغربية ومن الشرقية يوم لكن صحافة الرياض ما كان لا 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 ملا صحافة الرياض مشطبين عليها ليش؟ لأنه كمان أبو قالد ما وظف ناس من أهل الرياض يصيروا معا أشتذكر من المواقف حصلت يعني مع الصحافة بين الأمير والصحافة الهلالية أو الصحافة أو الصحفين الهلاليين؟ يعني بطولات النصر؟ هيا هذه كم بطولة أخذتكم كم بطولة ما أخذتهم مش عارب هذا لعب عيال هذا وأنا كنت أنصح والأمور دي ما تقدم خذ بطولاته وأقول أنا البطل الفلاني كل يوم الفلاني ها؟ لكن ترجع الإرشيفات فلان قال وفلان عاد وفلان مش عارب وفلان سعيد قاب وفلان سعيد رجع ها؟ وش؟ وش دلها كده؟ كان لك تحفظ أنت على طريقة إدارة النصر أو أسلوب نادي النصر بالمقابل؟ لا لا أسلوب عبد الرحمان بالسعود ما في نصر عبد الرحمان بالسعود أنا كنت نكتب على نفسنا عبد الرحمان بالسعود هو النصر يعني حتى تشوف الله يرحمك في صباح فهد صار بينهم خلافات طبعا بينه وبين عبد الرحمان بالسعود كم مرة بعدين فيصل بن فهد كلف عبد الرحمان بالسعود في أمور من الرعاية قصده يبغى يحرجه فيها ويورطه فيها وهو ما استطاع عبد الرحمان بالسعود رقم صعب لا تعادي أنت كنت متحفظ على إدارة أو عمل إدارة الأمير عبد الرحمان في ذاك الوقت وتقدمت باستقالتك؟ لا لا هو يعرف أني أنا أتحفظ هو يعرف أني أنا أتحفظ على كثير من تصرفاته ويحترم رأيه كنت أقول له دائما يا أبو خالد ليش نستعد الناس؟ ما في مصلحاتنا أي لكن هو يقول لك ما أنا برخامة أنا أنا بقول رأيي ولا علي من أحد ولا واستقالتك ما كانت بسبب خلاف أو تحفظ على؟ لا 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 هذا مثل أخوي أقول لك أتعشى معاه وبعدين صرت أفضل معاه بعد مو بس أتعشى وهو يعرف الكلام هذا بعدين إحنا علاقتنا حتى عائلية مع بعض في الصيف نطع مع بعض يعني جواهر بتناصر الله رحمه هو زوجتي كأنه خواتي أختلف معاه هذا ليه يفسد قضية كبدا أجل ليش استقالت؟ استقالتي أصلا كانت تحصيل حاصل ما هي يعني لسبب معين ولا لكني أتعبت تعرفت من الجو الجو غير صاحي الجو غير صاحي يعني حتى ما تجدوا لا مثلا في المنطقة الغربية ولا في الشرقية ولا بس هنا وهنا أدر حماد بن سعود حاله وبقيت الصحابين إلى عثمان الجانير والترك السدير بس هذه وهم ينكشون دائما يدورون ها؟ يمكن أي اسم الأمير عبد الرحمن كان يعني جماهيريا لحضور كبير طبعا طبعا من أقوى جماهيريا برأيك في النصر أم الهلال؟ كيف أقوين؟ يعني أكثر جماهيريا والله تصور هلال أكثر بس أبو خالد يقول لا يقول عنا أكثر لكن لما نيجي نشوف طبعا هذا كلام دا ما يقدر يقوله مثلا أمين صندوق النصر والأمين صندوق الهلال هنا في الدراهم تباين ها؟ من أقوى طيب جماهيرين الهلال أكثر؟ لا أكثر شوي أكثر؟ وماديا؟ ماديا والله أنا ما أعرف عنهم يعني بالنسبة لنا عنا كانوا تجينا فلوس من أمرهم مهمين وثقار هل بعد وفاة الأمير عبد الرحمن سعود ضعف النصر؟ يعني إعلاميا إداريا فترة من الفترات جد فترة؟ والله شوف إعلاميا وفاة أبو خالد شارث الإعلام عن النصر؟ يعني مثلا مسل المعمر هذا الحين اللي هو موجود تعرفت مسل المعمر؟ أي مسكين يا أخي هذا لو عبد الحناب بن سعود حي ما هو بيصير ورا سكرتير رئيس النادي المصر أنا كلهم دور أعرفهم ليش ما يصير؟ مع أنه رجل يعني عنده يعني خبرة وعنده أيضا ماهلات علمية وتاريخ يعني ما رجل يعني له تاريخ رياضي وصحابي تاريخ رياضي وين؟ أنا عارف مسل كويس شخصيا يعني ما هو طبعا بالنسبة لنادي النصر ما احترام المسل المعمر ولا غيره بديل عبد الحناب بن سعود ما فيه ليش ما فيه بديل النصر يعني نادي كبير وله يعني يعني الرجال يختمون يقدرون يمسكون مسؤولية الإدارة يعني ما إذا ما عندك إمكانيات مادية تروح تشحذ من فلان ومن فلان ما ما عندك سنح ولا عندك أنا في الوقت اللي كنت فيه مع عبد الحناب بن سعود أنا كنت أروح يجيب له فلوس والناس ما تعرف رحت مرة للملك سلمان هو أمير الرياض بخطاب من عبد الرحمن بن سعود قال لي يا خالد عذرني أنا أمير الرياض ما أقدر إن كان أعطيكم أعطي غيركم فعفوني عبد الرحمن بن سعود الله أحمد الله ما عندك عنده شيء كيف ما أتبقى عنده شيء؟ ما عاد عنه فلوس ما عاد غير الراتب راتب الدولة البيت اللي بالشماسي هنباع مرة ورجعناه ودخنا حتى رجعناه اللي سموه بيت الوعدة شفتوا مستشفى الشماسي؟ خلقه في المستشفى أنا أنه عبد الرحمن بن سعود الله يغفر له كل شيء لنادي كل شيء للنادي طيب من تشوف اليوم ممكن يمسك النادي يعني أو تشوف تقول والله ها يعني نادي النصر لازم يمسك فلان أو شخصية معين أو أو الشخص اللي يمسك نادي النصر لازم يكون يحب النصر زي ما يحب عبد الرحمن بن سعود والحاليين ما يحبون النصر؟ ما ذي الله عنه ما عرفه أنت تقول أعرفهم الآن؟ لا لا ما ساكين يا شيخ دولة ما عندهم إمكانيات وحتى إذا كانوا عندهم إمكانيات ما عندهم الحب اللي عندها عبد الرحمن بن سعود الأندي يبدأ ترى باللاعب فلوس ما هي باللاعب لكنه ما ما هو رجل المرحلة من هو رجل المرحلة إذن؟ يكون واحد نصراوي وعنده فلوس ما يكفي أنك أنت نصراوي أقح على ما قالوا وأنك لازم تنجح مفضل المال هو بالنسبة للأنديا هو كل شيء ما عندك مال قالوا بأن فخي شراء وقال برطم ما فيه وين ينفخ ها؟ صح ولا لا؟ أنتوا في ذاك الوقت ما كان في مال ومش النادي استمرت يعني أحقق بطولات أنت لا أنتوا في ذاكرة فترات ما كان نادي لدي الأموال ها؟ إلا لا ما كان عندنا الأموال ومش النادي بالبركة 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 وبالديون وبالبهذلة وبالله ما كان الدنيا سهودة وموت اليوم نصل أكوى نادي عنده لاعبين وعنده يعني حصل على الكفاءة المالية و يتعاقد مع لاعبين أجانبهم من مال غال يعني بسبب بسبب؟ من هنجر مال هذا؟ من مسلي؟ ما هو مال مؤسسة؟ لا يا شيخ مال يعني كلما خالد بن فهد الله يهديك تكون مسلي مسلي مسكين الأمير خالد بن فهد عن طريق مسلي يعني هو اللي تحمل مسؤولية ووضعت فيها الثقة من المتبل الأمير خالد يعني روضعت في غيره ممكن برضو يسوي أفضل من مسلي مواحد ثاني في الأخير أكيد رأيك و أقول في الأخير بكل تأكيد هذا رأيك في هذا الأمر تحت ويبقى للزميل المسلي المهمر احترامه وتجربته يعني بكل تأكيد راح تكون تحت التقييم بعد فترة لا لا أنا أحترام مسلي كإنسان قبل كل شيء أنت انتقدت نادي النصر كثير اليوم سواء في السابقة أو الحالي يعني يمكن البعض يقول أنه أنت عندك موقف عندك موقف من النادي أو عندك لا لا موقف من النادي لا والله أنا من يوم مات عبد الرحمن خلاص شلت من رأسي الرياضة ونادي النصر تماماً أي من رحمه لأن أنا كنت أنا أبو خارد الله يرحمه نلتقي في في محبة النصر لكن نختلف في كثير من الأمور وهو يعرف الله يرحمه ورحمه 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 ومع هذا يحترم رأي ويحترم رغبتي نادم على دخول المجال الرياضي؟ لا نادم لا ماني نادم ليش؟ لا كنت تعرفت على رجال محترمين شروعك سواء النصروية أو هلالية أو غيرهم كل واحد حر فيه لو سألتك أبو محمد عنه يمكن أنت كنت فيها في نادم نصر اللي هي مشاركة النصر في كاس العالم نعم كل الكلام اللي يعني دار حولها سواء كان الترشيح أو الترشيح أنت أي شي تقول فيها؟ صار فيها اللغة ما لقيمة ولا يفيد أحد لا يفيد ولا يضر ها؟ انت وش تقول؟ ما زلت هول المشكلة يعني بالنسبة للعقل العربي هي أنا ولا بعدها الطفال عشان إيه يا أخي؟ عشان موضوع رياضي ها؟ إيه يعني الرياضة المفروض لا تجمع ما تفرق هذا المفروض يعني أنت معل يقولون ترشيح ولا معل يقولون أنه مشاركة رسمية؟ هذا النقاش اللي قاعدة أربع إنسان يتكلم عنه وش تقول فيه أنت؟ والله سواء مشاركة رسمية أو ترشيح اللي يهم أنها صارت اللي يحب إنها تكون ترشيح ما صارت ترشيح الله يسعدهم واللي ما عاجبه يدق راسه بالجدار أه الأهم إنه شارك أه؟ الأهم إنه شارك أهي بتنعزل في التاريخ مباراة النصر في ليبيا هذه من المباريات يعني مباراة جميلة جدا شفتها؟ نادي السعودي الوحيدة للاحس ليبيا نادي ما قصة المباراة هذه؟ هذه المباراة أمرك قصتها أنه يوم من الأيام يعني مسويات نجتمع ببيت أبو خالد كل يوم نتعش عند أبو خالد فاتصل الساعد القذافي الساعد القذافي تصل بال بالأمير منصور بن ناصر لأنه منصور بن ناصر أمريبية ويستشيروا إنه كيف نبغى النصر يجي يلعب مباراة في ليبيا مع نادي الاتحاد الاتحاد طرابلس فقال له الأمير عبدو أحمد قال له أبرك ساعة سوونا خطاب من نادي الاتحاد إلى نادي النصر وأحنا نرسل الأمير فاصل بن فاهد ونستأدم وتمشي المعاملة وهذا اللي حصل فعلا وتقرر إجراء مباراة في طرابلس أمير عبد الرحمن كلفني أنا برأس الفريق في الرحلة هذه ورحنا فعلا ليبيا والأبناء ضد الاتحاد اللي عندهم طارق التايب طارق التايب اللي جاء لعب في الإلال لاعب الليبي لاعب شاطر ما هو سهل فرحنا والله وقعدنا ثلاثة أيام في طرابلس ويعني استقبلونا استقبال طيب وكرمونا ورسلونا طيارة خاصة شارتنا من الرياض علي رجعتنا الرياض مرة ثانية هذا ما أدري السادي القذافي هو اللي يجي اللي أمنا طائرة وصعدنا والله بزيارتهم وكانت كان جميلة جدا والجمهور يعني ما ما تتصور قد يقولوا أنه عندنا أهم شيء الدوري السعودي الجمهور الليبي الجمهور الليبي الجمهور الليبي قالوا كل البيت عندهم دش عشر الدوري السعودي وميول هم تختلف عند الاندي السعودية أي كل واحد اللي هو النادي اللي اللي يعجبه يعني أو يرتاح له علاقتك بالأمير فيصل بن فهد الله يرحمه نعم ما تتحدث عن أمير فيصل القصص، ذكريات، مواقفين، كتوبين شوف طعمرك الأمير فيصل بن فهد رحمة الله عليه رجل في طعمرك من المروعة ما يكفي لألوف من الناس يساعد الفقير ويساعد المحتاج وشيء عجيب أنا ما أذكر في يوم من الأيام أنا اتصلت أوصي على أحد اللي أكرمه سواء سعودين أو غير سعودين الأمير فيصل كان بار بوالدته الله يرحمه ودائما يعني يرسل لناس تعرف عليهم في باريسا طريقي مثلا يرسل لهم مساعدات مالية وعنا ما طلبنا شيء بدون طلب طبعا أنا شاركت في خدمت الرعاية في عهده فترة كاسل أهلا من أنهم جوا أسكروا في في كان في باريس وبعدين طلعوا من نيس مباشرة على النيوروك وبعدها ثاني يوم لعبوا المباراة ضد أولندا أولندا أنت كنت في استقبالهم في باريس في البداية أي نعم لا استقبالتم في نيس في نيس بعدين كان رحتوا كان نيس جم كان أي قريبة المعسكر كان في كان أي نعم نيس جم كان وليش كان المعسكر في كان المعسكر المنتخب هم اللي اختاروا ولأنهم كانوا نيس جم بعض نيس مطار دولي فيقدروا يطلعوا من معسكرهم من كان على النيوروك وثاني يوم العبوا المباراة الأولى في الكاسة الأعلى عشان كده صار اختيار أشتذكر من مواقف مشاهدات يعني أنت كنت حاضر في كافة تفاصيل المعسكر أي نعم أي جلس عندنا 40 يوم وأنا تقريبا أنا في باريس كل بعد يومين يومين ثلاثة أيام أروح لمهم أتعشر معهم وأتغدى معهم نشوف إيش عندهم إيش ما عندهم إيش ناقص ومعظمهم مصدقاء يعني الهداري والنصراوي والاتحادي وانتخب بلد هذا المهب ما فيها أولويات يعني لو سألتك أن أعظم لاعب مر في تاريخ الكرة السعودية والله أشوف في لعبين في هالفترة أنا أكن لهم حقيقة إجلال وإكبار وإكبار ماجد عبد الله ومحمد عبد الجواد أنا المرتب لهم والمسكر وكل شي كنت أنزل كل بعد يومين أشوف المسكر وأشوف اللاعبين إيش عندهم إيش ما عندهم إيش ناقص ف لفت نظري محمد عبد الجواد وماجد عبد الله أثناء المسكر طول ما هم ماشين في المسكر والاثنين دولة شافوك أنت لاعب في المتخب السعودي رأخ هذا لاعب في المتخب السعودي بدل ما أقول لك مساء الخير يقول لك وان تتش أنا عادت غدا معاهم وتعشى معاهم ناديت ماجد وعبد الجواد قلت ويش سالفة الوان تتش قالوا هادي لزملانة اللي في المنتخب نبقى نحط في ذهنهم كلمة وان تتش يعني ما نبقى مراوعة تذكر الكورة وانت تعطيها زميلك شاف شلون قالوا الله أنكم شياطين ها؟ لكنه غراف عليكم الله ها؟ عبد الجواد لش اسمه للأحق environmentally uo الله ما أعرف هذا اللاعب اللي أقول لك أننا ذكرناك اسم ملان العويران ويختلف الحارس كلها من كلمة وان تتش فعلا ثلاثة دقات ثلاثة باصات وكانت يسجلوا فيها الهدف بس فعلا كانت وان تتش وحتى يعني الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتبرها أسرع حجمة في قاسة العالم فكانت كلها وان تتش لا لا يعني هما الاتنين ذولا كانوا يتكلموا مع كل اللاعبين طول الوقت بدأنا أقول لك مساء الخير أقول لك وان تتش يبوا يحطوا في ذهن اللاعبين أنه ما في محاورات جاتك الكورة وان تتش يعني على طول تباصيها لغيرك وهذا اللي صار يعني أذكر في سوفراء سوفراء عرب في باريس وقالوا مشاركتكم في كاسة العالم 94 عن مشاركة وزارة العالم عندكم 400 سنة أنكم فعلوا طلعتوا كان مستوى مشرف الحقيقة فودنا أنه نهتم بالرياضة عشان نبرز في جميع المجارات جميعا حارة حارة يمكن أسألك سؤال عن دورك مع الأمير عبد الرحمن الله يرحمه في فترة الأمير عبد الرحمن السعود في جلب بعض اللاعبين لنادي مصر من فرنسا من باريس أو شيء تتحدثني عن اللاعبين اللي جلبتهم للنادي وإيش كان دورك وبعضهم قال أنه أنت مهندس الصفقات أو حراق صفقات في نادي المصر كان الأمير عبد الرحمن بن سعود كل سنة تقريباً عساس نجيب اللاعبين للموسم القادم خلي نقول فتجيها أسماء خاصة من أوروبا الغربية وعكمني أنا بباريس وباريس عاصمة أوروبا الغربية فأنا كنت طبعاً يستشيرني أبو خالد وأنا لي أصدقاء في الوسط الرياضي الفرنسي أسر على اللاعبين وبفضل الله كل اللي جبناهم كلهم وفقنا معهم زي مين؟ والله ما أتذكر كان عندنا حتى كان في منهم مغاربة مو بس فرنسيين مجموعة اللاعبين يعني مجموعة اللاعبين من فرنسا في بعضهم عندي أخرى استشاروك عندي أخرى غير النصر ولبس النصر كان وسط طبعاً النصر هو في المقدمة ها الاتفاقش استشاروهني كم مرة الوحدة الاتحاد لأنه ليه الأصدقاء الهلال استشاروك مرة استشاروهني عن واحد ونصحت بعدم التعاقد معه قلت لهم انتبهوا وهذا ما ينفع لكم وحيسبب لكم مشاكل ما سمعوا استشارتي وجابوه ومن أول يوم صار معهم مشاكل منهم لا ما أدري والله أني نسيته لا إيهوا ربي ومعظم رؤوسة الإلال أصدقائي من بندر بن محمد إلى كثير كثير منهم يعني لكن الهلال استشاروهني مر على لاعب ونصحتهم من لا يجيبوه وجابوه وضاربه من ذان يوم ما تذكر اسمه نعم ايش باقي تحب الضيفة في نهاية حديثنا وحوارنا أبو محمد يعني إن شاء الله أن هذا الحوار يعني بقدر ما فيه من الصراحة صراحتك يعني كنت صريح جدا نعم يعني وأتمنى أنه صراحتك هذه ما تزاعي لأحد منك لا لا إن شاء الله ولا أود أن نزاعي لأحد ولا أود أنه بالخير لكل الناس ولكل الأندية وخاصة الأندية منافسة ولكن يبقى هذا في مساحة الرأي نعم وحدود الرأي نعم أبو محمد الكلمة الأخيرة لك أولا أشكرك على إجراها المقابلة دي وسعدتني أن يطل على الجمهور السعودي وغير السعودي والعربي والعربي نعم وغير التوفيق إن شاء الله للجميع القنصل السعودي سابقا في باريس وعمين عمّا بمصر السعودي أيضا سابقا شكرا جزيلا لك أعفو الله يحفظك ويسلمك أشكرا جزيلا لك وغير التوفيق اشتركوا في القناة